مرة أخرى مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل والوفد المرافق له يحط رحاله في العاصمة الخرطوم في زيارة غير معلومة التفاصيل توجه الوفد إلى القصر الجمهوري والتقى رئيس مجلس السيادة عبد الفتح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو كلا على حدة وبحضور رئيس المخابرة السودانية الفريق جمال عبد المجيد البيان الرسمي الصادر من إعلام المجلس السيادي قال أن الجانبان بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين لتطوير العلاقات بينهما وتعزيز التعاون المشترك تأتي زيارة الوفد المصري غدا تإعلان السودان تحفظه على المشاركة في الاجتماع الثلاثي بين السودان ومصر وإثيوبيا حول ملء وتشغيل سد النهضة وتصريح وزارة الري والموارد المائية أن الخرطوم تسعى لاجتماعات بحضور الخبراء المائيين أكثر من المفاوضات بين الوفود السياسية الزيارة تأتي أيضا وهناك حديث في الإعلام حول سماح القاهرة باستخدام موانئها كبديل لميناء بورت سودان الذي يشكو من تعطيله لأسباب فنية وهو ما نفته وزارة الخارجية في بيانها وقالت أنه لم يكن لأي طرف سوداني رسمي علاقة بأي اتفاق يخص الموانئ زيارة متكررة يقوم بها الجانب المصري لا تعرف أجندتها بضقة ولكن من المعلوم أن الملفات بين البلدين وضحت أكثر تشعبا فمن ملف سد النهضة إلى ميناء بورت سودان وصولا إلى استرداد السودان لأراضيه من الميليشيات الإثيوبية فضلا عن الدور المصري في المحور الإماراتي السعودي الفاعل في المشهد السوداني